يعاني قطاع المقاولات والإنشاء من ارتفاع الأسعار حالياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اليد العاملة وشركات المقاولات بنحو 20% خاصة بعد تناقص عدد العمال في السوق ويرجع السبب في ذلك إلى مغادرة العديد من الأيد العاملة والتي زادت عن مليون عام خلال الحملة التصحيحية قبل 9 أشهر مضت ويعيش قطاع المقاولات والإنشاءات حالة من تعدد المشاريع وكثرتها بسبب الخطط الحكومية في هذا المجال ما يجعل الطلب على مواد البناء يتزايد كميات الإنتاج الحمد لله كل المصانع تنتج بطاقتها الفترة الماضية أعتقد في زيادة حدود 4 إلى 5% على مستوى شركات المملكة أكثر من العام الماضي وتعاني مواد البناء من انخفاض في الطلب عليها في فترات الصيف وخاصة الإسمنت والذي يشهد انخفاضاً يتوقع أن يتراوح بين 30 إلى 40% خاصة في شهر رمضان الحالي ورغم ذلك تعمل شركات الإسمنت بطاقتها الطبيعية خلال هذه الفترة للتخزين لفترات الذروة خاصة بتوقعات بحاجة المملكة هذا العام إلى نحو 60 مليون طن العقار يتبع ما يقارب 90 مهنة أول مهنة يستفيد منها هو القطاع المقاولاتي وبالتالي المواد البناء المجال العقاري بشكل عام طول السنة نشط سواء أراضي أو بناء وحدات سكنية أو بناء عمائر تجارية ولكن هذا النشاط يبدأ في الانحصار شيء بسيط في فترة الصيف وفترة رمضان هذا التقلص في السوق العقاري ممكن تستنتج منه أنه سيكون بالتالي ضعف في طلب على مواد البناء ويرى الكثيرون في المشاريع السكنية ومشاريع البناء التحتية فرصة أمام شركات الإسمنت من أجل التوسع في زيادة إنتاجها بما يحقق لها فرصة أكبر لتحقيق الأرباح وتوفير حاجة البلاد من مادة الإسمنت